أما صيام يوم السبت فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث لفظه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو لم يجد أحدكم إلا لحاء شجرة فلينضغ هو ليفطر عليه هذا الحديث إسناده يحسن أو يصحح لكن معارضاته أقوى منه بكثير جدا ولذا فإن الإمام أحمد بن حنبا رحمه الله قال أصول الشريعة تخالفه وأستدل بحديث لا يصمن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده فهذا سيوافق السبت وأيضا استدل بحديث من صام رمضان ثم أتباه ستا من شوال فكان كمن صام الدهر وأيضا في الباب حديث أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وهذا حتما سيوافق السبت وكذلك في الباب أحاديث الحث على صيام الثلاثة أيام البيض وهذا من شهر إلى شهر سيوافق السبت حتما وغير ذلك كثير ولذا قال الإمام أحمد وصول الشريعة تخالفه وقال الإمام مالك هذا حديث كذب وقال الزوري ما زلت أتقي التحديث به وقال أبو داود أو النسائي هذا حديث مضطرب هذا وبالله التوفيق